اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي وذلك بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول اطلاع السيد الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بانشطة وجاهزية الافرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية كما اطلع سيادته ايضا على نتائج مباحثات السيد وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الاخيرة وذلك في اطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخرا مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة وقد اثنى السيد الرئيس على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الامن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة كما وجه السيد الرئيس التحية الى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات انفداء للوطن وللحفاظ على امن وسلامة الشعب المصري وذلك في اطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الافرع والتخصصات ونظم التسليح وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على اعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية امن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة موسيقى موسيقى